اشتركوا في القناة يعني هون احنا متعامل كله مع رو داتا فنحسب الفونكشن الExpected Value بايدنا بس لقدامنا نصير نعرف الExpected Value من خلال قانون معين تمام هلا الExpected Value حكينا هي المين المين اللي هو Expected Value بحكيلك هي مجموع X ضرب احتمالية X ايش معنى هلا عندي الSet of X هي 1,2,3,4 عشان طلع الExpected Value هنضرب كل X مع الاحتمالية تاعتها يعني 1 ضرب 0.4,2 ضرب 0.2 3 ضرب 0.3 و 4 ضرب 0.1 عشان بيطلع معنى بالاخر اذا جمعناهم بيطلع معنى الExpected Value هلا انا هحل هدو المثال بعدين هرجع اعطيكم مثال اسهل تفهموا منه انه كيف هدو الشي صحيح هلا هون شو حكينا X اللي هي 1 ضرب 0.4 احتماليتها 2 ضرب 0.2 3 ضرب 0.3 زائد 4 ضرب 0.1 اللي هي هاي 0.4 زائد 0.4 زائد 0.9 زائد 0.4 اللي هي 2.1 تتوقع تمام خين استأكد عشان ما اختار بالحسبة 2.1 تمام هلا عشان ناخد المثال اكتر لو انا كنت احكي لك اعطيني المين لدول الارقام 4.3 و 3.5 تمام شو هتحكي لي هتحكي لي مجموعهم على 4 اللي هو 10 15 على 4 اللي هو 3.75 تمام هلا هاي نفسها انك انت تحسب لي الاربعة شو احتمالية الاربعة لحال اللي هي احتمالية الاربعة ربع و شو احتمالية الاربعة لحال 1 على واحدة اربعة زائد 3 ضرب نص اللي هي 2 على اربعة زائد 5 ضرب واحدة اربعة هتطلع معي الجواب 1 زائد واحد ونص زائد واحد واحد على اربعة اللي هي 2 و 25 اجمع ليهم كلهم مع بعض تطلع 3.75 تمام فها هي الاربعة اضرب كل قيمة مع احتماليتها بتطلع معك هي نفسها انك تجمعهم تقسم على عددهم ها هي نفس فكرة المين تمام لان هي اصلا هي المين هلأ شوفوا في هذا المثال بيحكي لك احسيب لي اكسوكتد فاليو لهدول القيم انت عندك هاي احتماليتها ا وهذه بي وهذه ا تمام هلأ في عندنا قاعدة بالاحصاء انه لما يكون عندك الجدول زي هيك الاحتمالات سيمتريك سيمتريك يعني بعدها عن المركز نفس الشي يعني هون هايك بتروح نفس الشي وهون نفس الشي عندك ABA هي نفسها عكسها بتطلع ABA بالعكس تمام لما تكون نفسها لما تعكسها بالنسبة للاحتمالات متساوية بتكون سيمتريك تمام يعني هيك امشي باتجاه النص ومشي باتجاه النص نفس القيم يكون اسمها سيمتريك تمام توقع هيك تكتب سيمتريك لما يكون سيمتريك او متماثل بتكون هي القيمة اللي بالنص تمام بس احنا كمان خلينا يعني هون الأكسبيكتد فاليو دغري تساوي كم؟ تساوي 2 بس خلينا نتأكد أو نثبت الموضوع هلأ هنا شو الـ expected value على القانون expected value of X تساوي 1 ضرب A زائد 2 ضرب B زائد 3 ضرب A تمام؟ اللي هي 4A زائد 2B طب أنا ما معي A ولا B بس أنا بعرف أنه A زائد B زائد A تساوي 1 فعندك A زائد B زائد A تساوي 1 فـ 2A زائد B تساوي 1 تمام فهلأ هادي بنا نحاول نحولها نستفيد من هذول القيم الموجودة عندي لو نأخذ من هادي عامل مشترك هتصير 2 في 2A زائد B و2A زائد B إحنا عارفين هتساوي 1 فتطلع 2 ضرب 1 تمام؟ اللي هي 2 هادي بس إثباتا للناس اللي ممكن تحكي أنه لا هذا الحكي مش ظابط بس أنه غالبا هذا الشيء ما بين شرح وما بيعطوكو إياه بس بهمكم تعرفوا أنه لما تكون سيمترك تعرفوا أنه القيمة هي اللي بالنص تمام؟ خلينا نأخذ مثال ثاني على الموضوع بحكي لك إذا كانت هذا الشيء BDF الـ Function وBDF Function يعني وExpected Value إليه 2.8 بحكي لك أوجد لي A و B هلأ أنا عندي الأشي الأول كون عندي A و B لازم يكون عندي معادلتين فالمعادلة الأولى اللي بعرفها أنه أضرب كل X ما احتماله بطلع معي BDF تمام؟ فـ 1 ضرب 0.2 زائد 2A زائد 3B زائد 4 ضرب 0.4 يساوي كم؟ 2.8 لهي هذه 0.2 وهذه 1.6 تطلع 1.8 2A زائد 3B تساوي 2.8 زائد 1.8 فـ 2A زائد 3B تساوي 1 هذي أول معادلة عندي المعادلة الثانية اللي ممكن أعرفها أنه أبعرف دول مجموحهم يساوي 1 فـ 2A زائد 0.2 A تساوي 0.2 و B تساوي 0.2 تمام؟ تمام؟ أهلا أخياني نأخذ طبعا هذه هي ضياط مفروض أن حل سريع تعرف و تحلوها بسرعة لكي لا تسراحتها و تساوي وقت عليها هلا بحكيك لو أنا رميت 2FairDye 2X لو أنا عندي رميت لا رميت fair واحدة 2X تمام؟ اللي هي أو die اللي هي نرد رميتها مرتين فبحكي لك Define the random variable S to be the sum of two numbers يعني أنت مش بيطلع معك لما ترمي إداء يمكن يطلع معك من 1 إلى 6 والمرة الثانية هتطلع معك من 1 إلى 6 فبحكي لك أنت تعتبر أنه ال random variable اللي هي S شو حتكون بتمثل مجموعة رقمين اللي هيطلعوا معك تمام؟ فوجد لي expected value للسم اللي ممكن يطلع معك يعني لو طلع معك 1-1 هيكون السم تاعها كامتينين فواحد-واحد هاي تمثلت بتنين عندي تمام؟ اللي هيكون هون لو طلع معك تنين مع خمسة فهدي تمثل سبعة فهدي وين قيمتها ستكون هون زي هيك تمام؟ زي ما حكينا شو هو random variable زي ما حكينا نحكي head-head بتصير تنين head-tail بتصير واحد هلا هون زي هيك تجمع الأرقام مع بعض بتصير القيمة دكية يعني لو حكيت لك 6 مع 5 فأعرف أنه هذا الاحتمال شو صار يساوي صار يساوي 11 لي هيها تمام؟ أنا أحط 14 و 13 هو أكتر شي يمكن أن يصلك 6 و 6 ففيش 14 و 14 فأنا عندي أقل شي يمكن أن يطلع معي واحد واحد ممكن أن يطلع معي واحد تنين واثنين واحد تلاتة واحد تلاتة او واثنين واحد واحد أش بأخبص بدي أطلع هون مجموح مساوي 2 هون مجموح مساوي 3 فتاة مع واحد او واحد مع ثلاث او تنين مع ثلاث هؤلاء كل مجموح تساوي أربعة سأكمل كل القيم التي ممكن أن تطلع معي سيطلع معي احتمالية أن تكون القيمة تساوي 2 ستكون 1 على 36 وهي بس لما تكون واحد واحد نفس الشي الـ 12 لما تكون بس 6 و 6 ستكون 1 على 36 باقي القيم سأعبيهم بسرعة مفروض أن تطلعوا كل الإحتمالات الممكنة و تحسبوها كل واحدة لحال بس أما أن تطلعهم بسرعة ستكون هاي 2 على 36 هاي 3 على 36 وهذه 4 على 36 5 على 36 وهذه 6 على 36 وهذه سترجع 5 على 36 4 على 36 و 3 على 36 وهذه 2 على 37 تمام يعني مثلا الـ 11 ستكون هي 5 6 أو 6 مع 5 فهذه احتمال لهم 2 وهنا عددهم 2 وعدد القيم الممكن أن تكون 36 احتمال فتطلع 2 على 37 تمام هلا هنا لو بنا نحسب الـ Expected Value سنضرب كل واحدة مع احتماليتها ونجمعهم بس برضو زي ما أخذنا تاعة A والB لما تكون Symmetric سيكون جاوب هو اللي بالنص فهون عندك كله Symmetric لحد النص تمام فالـ Expected Value مباشرة هي حتكون تساوي 7 لأنه هدولة كلهم هيك نفس بعضين لو تعكس الأرقام كلها حيطلع نفس القيم ما حتتتغير فالـ Expected Value لما تكون Symmetric طبعا هون بتزداد واحد 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 وهون القيم نفسها اللي بتتكرر تمام فهاي بتكون Symmetric بتكون Expected Value هي تساوي القيمة اللي بالنص تمام هلا آخر شي بالـ Expected Value ما بدنا نطول بالفيديو هو Properties of Expected Value اللي هي الخصائص Expected Value لما أطلب منك Expected Value لقيمة لثابت زي A فExpected Value الثابت اللي هو 5 مثلا حيكون جوابه 5 A تساوي A Expected Value of A ضرب X أنا عندي X لهو Function لما أضربه بقيمة زي A حتظل Expected Value تحته الثابتة بس أضربها بالA زي ما هي تمام يعني لو كانت Expected Value للـ X تساوي 2 فExpected Value للـ 3X تساوي 6 اللي هي تتضرب Expected Value للX تمام لما أجمعت functions مع بعض X و Y أو أطراحهم فالـ Expected Value برضو بنجمع بنطرح موط طبيعي تمام هلا Expected Value لـ Function G of X هلا لما كنت أحكي Expected Value لـ X فأنا مادر أعتبر أنه X هي كمان Function تمام فأنا مادر أحكي فأنا مادر أحكي X ضرب إحتمالية X تمام X تساوي X فهونا لما أحكي لك بدل X حط لي G of X فتحكي لي G of X ضرب probability of X مجموع G of X ضرب probability لكل واحدة يعني لو هلا هنأخذ مثال عشان نفهمها أكتر هاي الخاصية بالذات تمام يعني هاي هذول عشان نفهمها أكتر هلا بنفهمها هون أكتر ما حكي ما يشرح عليها هلا وعندي pdf 1 0.4 2 0.3 3 0.2 4 0.1 فأنا مادر أحكي ستكون 1 ضرب 0.4 زائد 2 ضرب 0.3 زائد 3 ضرب 0.2 زائد 4 ضرب 0.1 تمام لو أحكي ذلك XB تتفليل X تربية فبدلا ما تحط لي 1 حيث تحط لي X تربية اللي هي 1 تربية ضرب 0.4 2 تربية ضرب 0.3 3 تربية ضرب 0.2 وهون 4 تربية ضرب 0.1 تمام فبدلا ما حط X بالضرب بحط G فهون G هي X تربية G هنا هي نفسها X فبتضلها زي ما هي تمام X تكعيب حتكون نفس الشي X تكعيب 0.4 هون حتكون 1 1 ضرب 0.4 زائد 1 2 0.3 1 1 4 تمام هاي هي فكرة اللي هي G هلا اخر شي بس خلينا ناخد مثال سريع عشان ما نطول اكتر من هيك إذا عندك X تساوي 4 شو هي X ما تحكي لي 4 حكينا X هي نفسها هتكون نفس الشي 7 تمام فهي تساوي 7 الثابت بضل نفسه X 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 فهي 3 ناقص 2 نضرب X ويطلع X اللي هي أصلا من هذه 4 ضرب 4 بتطلع 3 ناقص 8 اللي هي سالب 5 هلأ آخر شي نشوف هذا المثال الجمع بيطلع لبرة حكينا والضرب كمان بيطلع لبرة فصارت 1 على 2 ضرب X زائد X زائد X زائد X زائد X هذه 4 فأربعة ضرب 1 على 2 زائد X ويطلع 2 زائد 1 وهي 3 تمام؟ هذه هي كل فكرة وهاكم كون خلصنا هذا الفيديو ورح نشرح إن شاء الله في فيديو جاي عن ويعطيكم ألف عافية